طبعا تجيك خريطة بالشكل هاد انت يعني بجوز تتعقد تقول يعني انا بعرفش اقرأ خرايط او اشي زي هيك بس احنا مستبنا نتعلم انه احنا نعرف نقرأ الخريطة ونحللها حتى لو كانت مكتوبة بالانجليزي كلهن اكمن مصطلح صغير بالانجليزي بس عليك تحفظ وتتعلم كيف تقرأ الخريطة وبإذن الله تعالى كل شي بكون سهل يعني ما فيش حدا من ولد متعلم كل اشي التعليم بيجي ان شاء الله شوي شوي ومع الوقت ان شاء الله بتصير الامور سهلة عليك والاشي مش صعب بالمرة الاشي سهل بالمرة المهم انه انت تكون واثق من نفسك ومقتنع انه انت بتقدر تتعلم بكل سهولة ما فيش اشي معقد فاذن بداية خلينا نشوف اكمل خريطة وشوي شوي من الدرج بإذن الله تعالى لحد ما تعرف تبلش تقرأ الخرائط وبعدين اثناء العملي ان شاء الله بتصير تمسك الخريطة وتحاول تطبقها على ارض الواقع والامور بتصير اسهل عندك ان شاء الله بس بداية يكون عندك الهوة الاشي النظري كيف انك تقرأ الخريطة مشان تقدر تطبقه بالعملي وتعرف تعمل مقارنة وتكون بالعملي شغلتك اسهل انك تعرف تقرأ خريطة وما تكون صدمة بالنسبة للك وانت شخص ذكي وفيش حدا من ولد غبي يعني وانت اكيد بتكون شخص ذكي وان شاء الله يعني بس الامور بتكون بسيطة عليك وانت بتحب مهنتك اكيد بكل بساطة راح تصير تعرف تمسك الخرايط وتصير تعرف انت تحللها وتشتغل على اساس انه تشتغل على الخريطة فبداية نتعرف على الخريطة بداية فنرجع كمان مرة طبعا بالخريطة هون خلينا نكبر وكون في عندك اشياء معينة مثلا فهون بتكون ملاحظات مكتوبة بالانجليزي هاي الملاحظات يعني بتقدر انت ترجمها عن طريق البرنامج الوجل وهو جوجل الترجمة تقدر الترجمها وتعرف شاه معاني هاي الكلمات بالانجليزي وتقدر تستخدم الوج كاميرا وبرى است غالتücken هل ترجمة فورية هناسا على غوجل انك تستخدم الكاميرا التلفون وتعرف تضع الكاميرا التلفون هون وتطلع لك ترجمة فورية او انك تصورها بصورها تصوير وتصير الترجمة لك الكلمات هذه ما فيش داعي انك التكتبها بس باستخدام كاميرا التلفون على برنامج جوجل تبع الترجمة بتقدر ترجم فوري او انك تصورها وهي لحالها بتصير الترجم لك الكلمات بكل بساطة فاذا مش شرط انه انت تفهم انجليزي بتستخدام فيه برامج على التلفون زي برنامج جوجل للترجمة بتقدر ترجم هاي الشغلات بكل بساطة طبعا انا هون غطيت شوية شغلات عشان المعلومات هاي بلاش حدا يحتج علينا من اصحاب المشاريع طبعا هذا مشروع طبعا هذي اللي هو بفرجيك هون اللي هو الموقع تبع المشروع لو انا كبرته زي هيك بتلاحظ انه هاي المبنى تبعي اللي انا شغال عليه بكون موقعه هون هذا البلون الاسود وهون زي ما تشايف هذو عبارة عن مصف سيارات وكيف الطريق اللي بتودي على المبنى تبعي وهون جاي مصف السيارات طبعا هون بكون فيه بنايات ثانية بتكون موجودة هون مثلا بناية وهون فيه بناية وهون فيه كمان بناية فإذا هاي المنطقة فيها اكثر من بناية المبنى تبعي اللي هو هذ المبنى طبعا هون بالنسبة للمخططات بالعادة المخطط لما يروح على الاشراف مشان الاعتماد بيجي الاشراف اول مرة لو رفض المخطط بكون حاطط ملاحظات فبيجي المهندس اللي بينفذ المشروع بيعمل ملاحظات كمان مرة على المخطط وبقدم المخطط كمان مرة على الاشراف مشان الاعتماد فكل مخطط بقدمه بكون كاتب عليه اي تاريخ قدم المخطط فبتلاحظ هون مكتوب صفر صفر يعني هذا اول تقديم لاله طبعا هو قدمه للاشراف بتاريخ 16 اثنين 2016 وطبعا اي ام اللي هو اختصار الشخص اللي قدمه طبعا اكيد رفضوا الاشراف وحطوا عليه ملاحظات وطبعا المخطط كان مش معتمد من قبل الاشراف مشان المقاول يشتغل عليه فاجه المقاول راجع ملاحظات الاشراف كمان مرة وقدمه كمان مرة فلما تلاقي على المخطط انه صفر واحد معناته هذا اللي هو ريفجين يعني زي انه اعادة تقديم فاذا صفر واحد انه قدمه كمان مرة وطبعا ودال مشان الاعتماد من قبل الاشراف بتاريخ 8-4-2017 وطبعا مهندس ثاني هاي المرة اللي اشتغل على المخطط اللي هو اختصار مثلا ام ار اختصار لا اسم مثلا زي ام فلنفترض محمد وار مثلا نفترض انه رائد مثلا محمد رائد زي هيك فلنفترض فاذا مو بكون كاتب اول حرف من اسمه اول حرف وثاني حرف من اسم عيلته بالشكل هاد فهذا تقدم المخطط ثاني مرة بعدين ايش اجو اعتمدو طبعا هاي شغلات بتهمك ايش اللي بهمك هون طبعا هو مفروض هون يكتب لك اي طابق هذا المبنى بس هون مش كاتب اي طابق بس هو كاتب هون اتواليت ديتيل اتواليت يعني حمام ديتيلز معناها تفاصيل واحد انه في هذا ديتيل رقم واحد معناته بتفهم فيه دسة ديتيل اثنين وثلاثة واربعة بما انه تبدأ رقم واحد معناته بجو اكيد فيه ديتيل رقم اثنين اقل ما فيها يعني بعدين هون كاتب لك اللي هو درينيج سيستم درينيج معناها اللي هو المجاري يعني الصرف الصحي سيستم نظام يعني نظام الصرف الصحي طبعا هون بكون دائما كل مخطط الو رقم خاص فيه فبتلاحظ هذا هو المخطط الو رقم خاص فيه فهذا هو بكون طبعا رقم المخطط طبعا كل مخطط بكون مثلا زي هون بتلاحظ انه هاي من عند واحد واحد صفر واحد بلشت من عندهون واحد واحد صفر واحد اللي هو الرقم هذا تكرر كمان مرهون 1 1 0 1 PL 401 0 1 0 1 يعني Revision 1 هيك معنى 0 1 وهو داما اخر اشي لما يكون مكتوب اخر رقمين معناته وهو رقم Revision بتلاحظ هون كمان مرة Revision 01 لو كان Revision 2 يعني كمان اغتفت وتقدم كمان مرة للاشراف هيكون مكتوب هون 0 2 وهان الرقم هيتغير لصفر اثنين وهان نفس الشي هذا الرقم بتغير لصفر اثنين داما 01 وهو اخر اشي بكون Revision وهذه طبعا تكون السلسلة طويلة بالنسبة له رموز وين المشروع مثلا SD معناها Shop Drawing S معناها Shop D Drawing يعني المخطط التنفيذي مثلا فكل رمز بكون له معنى بالنسبة للمهندسين طبعا هون A0 اللي هو رقم الصفحة يعني انه مطبوع على ورق A0 طبعا الورق الدفتر العادي بكون A4 بعدين مثلا الورقة الكبيرة اكبر شوي بتصير A3 الاكبر بتصير A2 بعدين A1 بتكون اكبر واكبر بعدين بكون اللي هو المخطط الكبير اللي بتشوفه لوحات كبيرة كثير هذا بكون رقمه اللي هو A0 اسم الورقة A0 بكون اللي هو حجم ورقة المخطط طبعا هون مين اللي اعتمدهوا يعني الشباب اللي رسموها والاعتمدوها وتوقيحهم بتكون طبعا موجودة هون فاذا هذا مخطط الحمامات للنظام الصرف الصحي يعني صرف صحي سيستم معناها نظام طيب هون بكون طبعا في اه مرات تكون في اشياء زي هيك كثيرة خنبلش احنا نشوفهم واحد واحد فاذا اول اشي اللي هون بهمني انا اكثر اشي هون اللي هو الرموز طبعا هون بكون حاطلك شكل الرمز كيف شكله على الخريطة وشو يعني هذا الشكل وهنا شو اختصار هذا الشكل فخلينا نبلش واحد واحد طبعا هذول الثلاث مكررات تحت بس احنا بدنا نشوفهم واحد واحد هسا عند معنا كلمة ووتر كلوزت اختصارها WC W بتيجي اجت من كلمة ووتر والسي هاي اجت من كلمة كلوزت فهم اختصاروها هون المختصر تبحها WC WC معناها ايش بالعربي مرحاض فرنجي ويجي اسمه Eastern Water Closet Eastern معناها شرقي ووتر اللي هو مرحاض يعني Water Closet اللي هو نفسه المرحاض واذا هذا عبارة عن مرحاض شرقي المرحاض الشرقي اللي هي المقعدة العادية غير عن الفرنجي الفرنجي بتقول عليه قاعد المرحاض الشرقي اللي هو زي اللي يكون في حمامات الجوامع اللي هو اللي يتقنبز عليه اللي يتقنبز عليه اللي يتقنبز الآن نأتي عن المصطلح اللي هو كلمة Lavatory هناك مخططات بكتبوها وفي مخططات بكتبوها Wash Basin طبعا اختصار Lavatory اخذ اول ثلاث احرف låt وووودا 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 ف بوودا والطبع فاتين اختصار وووش باسين اخذ مشاب ارى الشوار اختصار рос بعدين عندك اللي هو clean out plug اللي هو كلمة clean out يعني فتح التنظيف plug يعني سدة كلمة plug معناها سدة اللي هي سدة لفتحة التنظيف فهنا مكتوب هنا C O اللي هو من clean out أخذ حرف C من clean و O أخذها من out فصارت C O يعني فتحة تنظيف معلقة يعني هاي بتكون يعني مش تحت الأرض مدفونة تحت البلاط ولا إشي بتلاقيها إنت بس بتطلع في السقف بتلاقيها معلقة بالسقف المستعار يعني فوق السقف المستعار وتحت العقدة بتشوف اللي هي فتحة التنظيف فهاي بيسموها C O يعني فتحة تنظيف معلقة بعدين تيجي عندك طبعا وهي رمزها كيف شكل الفتحة التنظيف المعلقة لو بنكبرها شوي بتلاقي عبارة عن Y وهي في عندك سدة عشان هيك سموها clean out يعني تنظيف فتحة تنظيف و plug يعني سدة plug اللي هي هذه السدة طيب بعدين البعدها اللي هي floor clean out floor معناته أرضي اللي هو بيجي مع البلاط clean out برضو فتحة تنظيف فإذا هاي فتحة تنظيف في البلاط فزاد بدل C O بتلاحظ هنا زاد عليها بس حرف ال F حرف ال F أجا من كلمة floor يعني أرضي فإذا floor clean out يعني F C O فتحة تنظيف وين في البلاط وهاي رمزها كيف شكلها بالرسم طيب الثانية اللي هي wall clean out نفس الشي برضو فتحة تنظيف كلمة clean out معناها فتحة تنظيف بس wall معناها جدار أو حائط إذن فتحة تنظيف في الحائط فأجت ال W هاي من كلمة wall وال F هاي أجت من كلمة floor فإذن floor معناها أرضي يعني جاي من البلاط wall يعني جاي من الحيط في الجدار فتحة تنظيف تكون مبينة عندك في الجدار فسموها فتحة تنظيف في الحائط F D يعني floor drain floor drain اللي هي floor يعني أرضي drain تصريف يعني إيش تصريف أرضي بس أنت بشان تفهمها هي عبارة عن علبة تجميع بدون سيفون F D لما تشوف الرمز F D بتعرف إنه هاي عبارة عن علبة تجميع مسكرة من تحت وبركبش عليها من تحت سيفون إذن علبة تجميع بدون سيفون هذه أشياء خاصة للفن floor drain هاي شغلات سبيشل يعني يعني صعب إنها تمرق عليك في حياتك العملية يعني إذا كان مشروع خاص جدا عندك هون اللي هو roof drain roof معناها السطح اللي هو سطح المنزل أو سطح المبنى drain معناها تصريف إذن roof drain يعني التصريف على السطح وطبعا هاي رمز اللي هو التصريف تبع السطح وهون على الخريطة هاي رمز لـ floor drain كلمة اللي هو free discharge pipe يعني pipe معناها مصورة discharge يعني اللي هو بتكب بتكب و free يعني حر يعني مية بتكب على الشارع أوكي يعني تصريف حر تصريف إنه بكون مصورة المية بتكب على الرصيف بتكب على الشارع فبتلاقي كلمة اللي هو free discharge في بعض المشاريع راح تلاقوا بجوز مكتوب زي WP WP اللي هي مصورة تصريف رمادية و SP اللي هي مصورة تصريف سوداء شو الفرق بين مصورة التصريف الرمادية والسوداء هسا مصورة التصريف في بعض احنا في الضفة مثلا عندنا في فلسطين المية اللي طالعة من المرحاض بتنشبك على نفس المصورة تسمي المية من المخسلة يعني مثلا المية اللي تيجي من المخسلة ومن الدوش بتنشبك على نفس المصورة تبعت مية المرحاض ها بسموه اللي هو يعني زي سموه اللي هو سينجل يعني نظام أحادي يعني إنه المصورة واحدة تتجمع مية المرحاض مع مية المخسلة والدوش والأشياء اللي زي هيا هسا لما يكون عندك فيه نظام ثاني اللي هو بكون نظام الخطين إذن أول واحد هو نظام الخط الواحد والثاني هو بكون نظام الخطين اللي هو بكون فيه خط تصريف لحاله بس للمرحيض بروح على المنهل بسموه اللي هو مصورة التصريف السودا أوكي اللي هي المي السودا وفيه خط تصريف ثاني مصورة ثانية لحال بس بتجمع ميت المغسلة والدوش والمثلا اللي هو الكتشن سينك اللي هو حوض المجلة والأشياء اللي زي هيك بس على خط ثاني لحاله وممنوع ينشبك على هاي المصورة اللي هي مصورة المرحيض فإذن بكون عبارة عن خطين خط للمرحيض لحال والخط الثاني اللي هو كل شغلات التصريف الثاني من جلية 90 لمثلا دوش لمخسلة لمجلة مطبخ اشي زي هيك كله بكون على مصورة ثانية لحال ففيه نظامين النظام اللي هو خط الواحد ونظام الخطين ففي حال هذا المشروع بكون فيه هذا المشروع اللي حاليا أنا فاتح المخطط تبعه فيه نظام الخطين اللي هو فيه مصورة تصريف رمادية اللي الرمادية اللي هي تبعة الميت المغسلة والدوش والمجلة تبعة المطبخ والاشياء اللي زي هيك وفيه مصورة تصريف سودا هاي بس خاصة للمرحاض فإذا اللي هو WP اللي اختصارها اللي هي من ويست بايب ويست بايب اللي هي مصورة تصريف رمادية وعندك سويل بايب اللي هي مصورة تصريف سوداء لو جيت بدك انت تترجم سويل بايب سويل بتلاقي معناها انه رمل او تراب فما بتزبط معك ترجمة الجوجل يعني بس انت بدك تحفظها حفظ انه لما تلاقي ويست بايب او WP معناها مصورة تصريف رمادية واذا بتلاقي سويل بايب معناها مصورة تصريف سوداء اللي بعده اللي هو الفينت بايب اللي هو هون برضو فينت بايب وهون هاي الرمز تابعه كيف شكل المصورة فينت بايب معناها مصورة تهوية طبعا بتلاحظ في الرسمة لازم تكون موجودة للمصورة التهوية بيكون شكلها زي هيك وبتكون خطوط متقطعة وخفيفة بينما السويل والويست عبارة عن مصورة شكلها زي هيك وخطوط متواصلة بالشكل ها طيب اذا VP معناها فينت بايب معناها مصورة تهوية عندك هون اللي هي RWP اللي هي مصورة تصريف المطر رين معناها مطر Water Water معناها مي Pipe معناها مصورة اذا مصورة تصريف اللي هو مية ايش المطر مصورة تصريف مياه الامطار مصورة تصريف مطر طبعا هنا فيه عندك اللي هو AC Condensate Drainage اللي هو AC اللي هو تبع التكييف اختصار ل Air Conditioning AC اختصار ل Air Conditioning اللي هو المكيفات اللي بتركب في السقف الفوق السقف المستعار وكون طبعا لها تصريف مية Condensate اللي هو معناها تكثيف Drainage معناها اللي هو تصريف او مجاري فهونا AC Condensate Drainage اللي هو اللي ببقى اللي هو التصريف تبع مية الكوندشن اللي هو المية المتكثفة من الكوندشن طيب هس بلاقي هنا في عندك رمز اللي هو F بعدين شحطة A طبعا اللي هي اختصار ل From Above From يعني من Above فوق يعني مصورة جاي من فوق اللي هو F A لما تلاقي F B اللي هي From Below From من Below تحت يعني مصورة جاي من تحت هالحين T A اللي هو To Above To إلى Above الأعلى يعني إلى الأعلى يعني رايحة لفوق للأعلى To Above و To Below To إلى Below الأسفل يعني مصورة رايحة للأسفل T B مصورة رايحة للأسفل High Level High معناها علوي Level معناها مستوى يعني هاي مصورة بتكون راكبة على المستوى العلوي واختصارها HL في هون عندك الهو Low Level في بعض المخططات بكونوا كاتبين Under Tile معناها Under معناها تحت Tile معناها بلاط ولو برضو هون في Low Level اللي هو معناته تحت و Level مستوى يعني المستوى التحتاني يعني اللي هو تحت البلاط فبتلاقي اختصاره L اللي يعني تحت البلاط وفي عندك الهو الـ Under Ground اختصارها U من Under و Ground اللي هو G من Ground يعني Under Ground يعني تحت الأرض وفي عندك اللي هي مواسير بتكون فوق الأرض اللي هي Above Ground اللي هو Above Fog Ground اللي هو الأرض يعني مواسير فوق الأرض طبعا هاي المصطلحات هاي انت بجوز هاي شايفها صعبة بس مع التعويض مع قراءة المخططات بتصير هاي الكلمات انه انت تشوف سهلة كثير وبتصير اترجمها في مخك على السريع فخلينا نشوف احنا هون تحت اول اشي شو تكمل للمخطط طبعا بكون نحط لك تفاصيل مثلا هاي مثلا كيف علبة التصريف او علبة التجميع كيف بتكون شكلها مع الاختراق مع البلاط واشياء زي هيك وتكون هاي عبارة عن مخططات تفصيلية وهون بفرجي كيف انه الحمالة هون بتلاقي هاي هون السفين بعدين بيجي عندك السيخ المسنن بعدين تيجي عندك الحمالة هاي اللي طبعا تكون مفصولة من هون تلاحظ برغي هون برغي يعني هذول بنفصل عن بعض وهذا الاسود هاي عبارة عن جلدة وهاي بتكون حمالة المواسير العلوية طلع هاي المسورة كيف راكبة وكيف محملة على الصقف فهذه اللي بتكون ايش اللي هو في الصقف المستعار اللي بنسميها هون اللي هاي لفل هاي هاي لفل اللي المستوى العلوي يعني انت بتشوفها على العالي مصورة راكبة بتكون ايش على العالي وهون فرجك تفاصيل شوي في المخطط عن الحمالات حلينا نشوف شوي بس هون الحمام ها شوي بتلاحظ خلينا لو نكبر الحمام بتلاحظ ان ها عبارة عن مرحاض جاي عربي مرحاض عربي وهي هون كمان في مرحاض عربي زي ما تشايف هاي الباب طبعا ها الحمام هاي الباب اللي بفتح بفجك كيف فتحت الباب وهاي الباب الثاني لما يفتح فتجي كيف بفتح الباب بتلاحظ هاي هون في علبة التصريف هاي ها اللي هو علبة التصريف او المجمع تبع التصريف وهي بتلاحظ هون في عندك مخسلة وكمان مخسلة وهون عندك كمان مخسلة وهي باب الحمام الرئيسي طبعا هذا بتكون عبارة عن الجدران بفرجيك انه وين بكون في باطون ومش باطون هون لو نكبر بتلاقي في عندك هنا شباك هذا شباك يعني هذا الحمام هذي الجهة فيها شباك بس هذا الحمام ما في شباك تلاحظ هذا الحمام جاي في عندك زي منور وهاي المواسير جاي من فوق من خلال المنور اللي ورا الحمام فاذا هس نبلش احنا خلينا انترجم ونشوف شو المصطلحات هاي تعنينا طب هون بتلاحظ في سهم طالع زي هيك بعدين رايح هيك ومكتوب ايش كلمات هون فخلينا نشوف شو الكلمات مكتوب هون 110 م يعني مصورة قطرها 110 ملي متر SP اللي هو Soil P يعني مصورة مصورة المرحاض الفرنج هاي المرحاض الفرنج العربي اللي هو الشرقي طلع كيف شابك عليه وهذه المصورة شابكة معه فاذا هذا Soil P يعني مية Soda المشبوكة مع المرحاض العربي بعدين نكمل اللي هو UPVC اللي هي اسم المصورة مصنعة من مادة UPVC يعني مصورة بلاستيك Pipe معناها مصورة طبعا سماكة المصورة سماكة جدار المصورة هنا نسميها Class 5 يعني هي نفسها SN4 والSN8 فنحكي انه Class 5 مقابلها SN8 UG يعني Under Ground يعني تحت الأرض IL الهو اختصار لـ Invert Level يعني الارتداد يعني كيف المستوى الارتداد تبعه تحت البلاط فهنا بقول الارتداد تبعه وهو 1160 طبعا 1160 يعني بالملي متر يعني بالصانتي متر بتصير 116 متر تحت البلاط وبالمتر يعني متر وست عشر سنتي تحت البلاط ناقص يعني تحت يعني بنزل نزول لتحت يعني تمتر تمسك من عند البلاط واتمتر لتحت وتحط المتر وبتنزل لتحت 116 سنتي بكون هون قاع المصورة مستوى قاع المصورة هون كتب لك من وين يعني فرم من FFL يعني اختصار لفنش فلور ليفل لهو مستوى سطح البلاط فنش فلور ليفل لهو مستوى سطح البلاط فاذا هو بقول لك هون ال I L يعني الانفرت ليفل 116 سانتي من مستوى سطح البلاط هيك ترجمتها طبعا هون اكيد ليش لانه المصورة طالعة من الحمام برا وين رايحها باتجاه المنهل طيب خلينا نشوف بس لفوق شوي بتلاحظ في عندنا هون كمان سهم ثاني هون هاي السهم رايح فوق بتلاقي معطي اش سهمين فهذا السهم بتلاقي اللي هو اول اشي نقرأ الفوقاني اللي هو بقول لك هون في عندك vent pipe vent معناها تهوية pipe معناها مصورة يعني مصورة تهوية خمسين ملي متر يعني قطرها خمسين ملي متر دوارة ولعليها شحطة هذا الرمز دوارة ولعليها شحطة يعني قطر خمسين ملي متر سليف اللي هو يعني هاي بعدين من بتلقي معنها حاليا الهوى مية و عشر ملي متر فور ايد و سي اواق 59 م يمتر يا الهوى قدش قطور لسليف هاي منحقها في العملية بيقون احسن قطر لهما غير كل sal 라고 مافي القناة عندنا بس انهم مصورة تهوية خمسين ملي متر داخلة جوا مصورة ثانية قطورها 110 ملي متر معلها سربوكم منها البعد هاي هون بقول لك فيه كمان مصورة فنت يعني هاي فيها مصورتين يعني زيك بتقدر تحكي تي مصورة طال على تحت ومصورة طال على فوق لانه في عندك هاي هاي من هون لهيك هذه تهوية بعدين من هنا كمان تكملة يعني ايش برضو تكملة التهوية هي المصود فيها اللي هي التهوية الثانية على كل حال التهوية الثانية بقول لك انه هي عبارة عن خمسين ملي متر قطرها اختصار لفينت بايب اللي هو مصورة تهوية يو بي في سي نوع المصورة يو بي في سي المسم المادة المصنع منها طيب معناها مصورة كلاس فور زي ما قلنا اللي هو عبارة عن سماكة اللي هي سماكة جدار المصورة اللي هي مثلا مقابلها اللي هو الاس ان فور مقابلها اه السابق اه اه السابق يعني يعني انه سابقب معناها تجرى كلمه hazi الم fundamentals اه يعني من تحت الارض الى اه ايش هاي سابقا قال يعني fasel عبارة عن الخارج منزل الثانية 春 at underground عبارة عن الخارج من الفينت نظر يعني من تحت الارض للمستوى العلوي نحاول ندور لنا شغلة تكون مثلا اوضح شوائي هنا بلكون المصورة اللي جاية من الطوابق العليا باتجاه الطابق الارضي وكيف طالع من هون على المنهل فاذا خلينا انترجم تلاقي هون في سهم نفس الاشي برضو فيه شرح اللي هو بقول لك مية وعشرة ملي متر اللي هو قطر المصورة مية وعشرة ملي متر S S اللي هو Soil Stake اختصار لكلمة Soil Stake إستاك Estaik يعني اللي هو المصورPe초 طالع على فوق اللي هي الطوالع في ايه الشراكي العموديا فاذا الس إختصار ل Soil Stake Soil معناها اللي هو بس خاصة لمية المراحيض وهيا ما بنشبك مها اللي هي مية سودة Haes Soil يعني المياه السوداء اللي هي الخاصة بس تنشبك على المراحيض نوع الماصورة اللي هو يو بي بي سي اسم المادة بايب معناها ماصورة كلاس فايف يعني اللي هي سماكة جدار الماصورة مقابلها اللي هو الاس ان ايت مقابلها عندنا في الضفة اف اي يعني فرم ابوف يعني جاي من فوق اف اي فرم ابوف من فوق جاي تو الى اندر جراوند الى وين لتحت الارض اندر جراوند يعني تحت الارض يعني جاي من فوق فرم ابوف تو اندر جراوند لتحت الارض والانفرت ليفل تبحها الهو واحد واحد خمسة خمسة يعني بالمتر بدك تقيس من مستوى سطح البلاط بتنزل مترك لتحت الهو الهو 1155 ملي متر هاي بتكون بالملي متر يعني بالصانتي يعني متر ويعني بالصانتي اه مية وخمسة عشر سانتي ونص اه بالمتر بتصير يعني متر وخمسة عشر سانتي ونص بالمتر اوكي فهذا الهو مستوى لنزول تبعنا اذا بتلاحظوا هون بيبطيك هون الهو قديش بعد المواسير هاي من الجدران فمثلا سنتر المصورة هاي ابعيد من الحيطة هاي لعند هون ابعيدة ميتين وعشرين ملي متر اي مقاس بتلاقي زي هيك بيكون بالملي متر فهي مثلا بتكون هاي المصورة ابعيدة عن حفة المنور من هون متين وعشرين ملي متر وهاي المصورة ابعيدة عن الجدار هاي اربعمائة ملي متر اربعمائة ملي متر يعني اربعين سانتي متين وعشرين ملي متر يعني اثنين وعشرين سانتي فانت بتجيب المتر بتقيس من هون اثنين وعشرين سانتي ومن هن بتقسام 50 س Heaven وتضع X انه هنا Center المسورة تبعتك طيب نفس الشي الحمام هذا بقولك انه ارتداده من الجدار هذا 22 سانتي ل Center المسورة و ارتداد المسورة هاي من الجدار هاه اللي هو he 41 سانتي هنوص بتقوم بالمتر بتعير بتقسام 50 metечно 20 سانتي من هن بتقيس اللي هو 41 سانتي بتضع X مكان المسورة هاي خلينا ننزل لتحت هون شوي ونشوف شوفي عنا مثلا مصطلحات تكون قريبة علينا طيب خلينا نشوف هون مثلا اذا بلاقي اشي معين بتلاحظ الفنت بايب هون جاي بخطوط متقطعة زي ما انتوا شايفين لانه الرمز تبع اللي هو خطوط متقطعة وهون تلاحظ مكتوب vp يعني vent pipe يعني مصورة تهوية نفس الشي هون بتلاقي في الرموز انه نعطيك لهو مصورة التهوية شكلها خطوط متقطعة هايها الفنت بايب هون تلاقي انه مصورة وبتكون متقطعة بالشكل هاض بينما السويل والويست تكون عبارة عن خط متصل هاي هون بتلاقي اللي هو اختصار لأف سي او يعني فلور كلين اوت يعني علبة تنظيف ارضية وهون بتلاقي ال lavatory يعني مخسلة اللي هي هاي قصده عن هاي المخسلة فانتلاحظ حطلك هو مخسلة نوحة اثنين هاي المخسلة وبتلاحظ هون نفس الشي كاتب لك اللي هو هون حطلك سهم معطيك من هون فمخبرك انه هون في المخسلة هاي بركب عليها مصورة 50 ملي متر فينت بايب هي مصورة تهوية اسم المادة يو بي في سي بايب تو ابوف يعني تي اي تو ابوف يعني الى الاعلى يعني طال على فوق بعدين هون بقول لك في مصورة كمان نفس المنطقة هاي برضو في مصورة اللي هي 50 ملي متر ويست بايب يعني اللي هي المية الرمادية يو بي في سي مصورة يو بي في سي نوحة بايب ات لو ليفل يعني في المستوى التحت الارضي اللي هو المستوى الارضي لو ليفل يعني تحت البلاط ماشية وبقول لك هون قديش طبعا اللي هو ارتفاحها من مستوى سطح البلاط وهون عندك اللي هو دابل يو سي او اللي هو الوال كلين اوت اللي هو فتحة التنظيف اللي بتكون جاي من الحيط طلع كيف جاي قوع وقوع وطالع من الجدار هات تفتح هاي السدة واذا في حالة صار فيه تسكير هون بتصير تنظف المصورة زي هيك على طولها وهون بعطيك مسافة السدة هاي وين تكون مسافتها بعيدة عن الحيطة هاي فهاي السدة بعيدة اللي هي 355 سنتي من الحيطة هاي طبعا وهون بفرجيك اللي هو ابعاد المغاسل عن بعض طبعا هون المهندس يعني او الرسم الرسمة مش مزبط الابعاد منيح يعني اللي يكون فيه مرجعية بس اللي بنفهمه انه المسافة بين نص المخسل هاي ونص المخسل الثاني اللي هو 700 ملي متر هون يعني 70 سنتي بعدين المسافة بين نص المخسل هاي لنص المخسل البعدها برضو 700 ملي متر يعني حوالي 70 سنتي وهنا بقول لك ليه سلوب واحد في المية بتلاحظ فيه سهم سلوب معناها مايلان واحد في المية اللي هي نسبة الميلان كل متر بنزل سنتي وسهم لهو اتجاه تضفق المي بكون بالشكل هاض من هون هيك بظلها ماشية المي هاي مع الاسهم بظلها ماشية لحد ما تطلع من هون فاذا هذا كيف انه انه احنا نقرأ مخطط اول مخطط بالنسبة انه وهسا نروح على المخطط الثاني يعني راح نظل نمشي في المخططات لحد ما نصير انه هاي المخطط يعني نفهمها من حالنا بإذن الله تعالى وتصير يعني داخليا انت يعني من الله صير تفهم المخططات بسرعة